ما زلنا في الوحدة الأولى ولكن ننتقل بعد تبويبات التكاليف إلى موضوع جديد يسمى قياس تكلفة الإنتاج نظريات التكاليف ما هي أنواع نظريات التكاليف؟ نظريات التكاليف ما هي إلا وجهات نظر لمجموعة من علماء التكاليف حول تحميل التكاليف على المنتجات من أجل قياس تكلفة الإنتاج وهناك أربع نظريات نظرية التكاليف الكلية نظرية التكاليف المباشرة نظرية التكاليف المتغيرة نظرية التكاليف المستغلة دول الأربع نظريات اللي يعبروا عن وجهات نظر مجموعة من علماء التكاليف مقارنة بين نظريات التكاليف الجدول التالي يتم فيه المقارنة بين النظريات الثلاثة على أساس تحديد القدر من التكاليف الذي يتم تحميله على المنتجات أو على الفترة ويتم المقارنة بين النظريات الثلاثة من حيث القدر من التكاليف الذي يتم تحميله على المنتجات أو على الفترة مع ملاحظة أن التكلفة السلعية Product Cost هي تلك التكاليف التي تربط بالسلعة التي تنتج أو الخدمة التي تقدم وتسمى تكاليف قبل للتخزين Inventurable Cost رقم اثنين التكلفة الدورية Period Cost هي تلك التكاليف التي تربط بالفترة التي حدثت فيها وجدول المقارنة بالشكل التالي نظرية التكاليف عند ثلاثة نظرية التكاليف الكلية نظرية التكاليف المطيرة نظرية التكاليف الطاقة المستغلة نراحز أن نظرية التكاليف المباشرة تغاضينا عنها لأنها تعتبر دخلة مع نظرية التكاليف المطيرة سنقارن في الثلاث نظرية ما بين تحميل التكاليف الصناعية تحميل التكاليف التكاليف التسوقية تحميل التكاليف الإدارية والتمولية أصحاب نظرية التكاليف الكلية قالوا عليها إيه؟ كلها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة متغيرة أو ثابتة تحميل على الوحدات المباعة معنى كلمة تحميل على الوحدات المنتجة يعني تظهر في قيمة التكاليف تبديه تكاليف سلعية أصحاب النظرية الكلية أيضا كان رأيهم إيه؟ في التكاليف التسوقية قالوا برضو كلها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة متغيرة أو ثابتة تحميل على الوحدات المباعة كلمة تحمل على الوحيدات المباعة يعني تظهر في قيمة الدخل تبدي تكلفة دورية أصحاب نظرية التكاليف الكلية أيضا رأيهم في التكاليف الإدارية والتمولية كلها أيضا تحمل على الفترة التي حدثت فيها لنلاحظ يا طلاب أن التكاليف الصناعية ترتبط بالسلع يبقى الوحيدات المنتجة تسوقية ترتبط بالمباعة وحيدات مباعة أما التكاليف الإدارية والتمولية لا تربط بالوحيدات المنتجة ولا الوحيدات المباعة أما لا تربط بالفترة التي حدثت فيها ودي تظهر في قيمة الدخل يبقى دي تكلفة دورية نشوف النظرية التانية أصحاب نظرية التكاليف المتغيرة جمع التكاليف الصناعي وقالك التكاليف الصناعي المتغيرة فقط المتغيرة فقط هي دي اللي تحمل على الوحيدات المنتجة وتقسم إلى مباشرة وغير مباشرة متغيرة تقسم إلى مباشرة وغير مباشرة متغيرة دول اللي يظهر في قيمة التكاليف يبدي تكلفة سلعية أصحاب النظر المتغيرة أيضا رأيهم إيه في التكاليف التسوقية قال لك التكاليف التسوقية المتغيرة فقط دي اللي تحمع على الوحدات المباعة وتقسم إلى مباشرة وغير مباشرة متغيرة تظهر في قيمة الدخل لأنها تكلفة دورية أصحاب النظر المتغير أيضا رأيهم إيه في التكاليف الإدارية والتمولية كلها تحمل على الفترة كلها دي عيدة على مين كلمة كلها عيدة على التكاليف الإدارية والتمولية زائد تكاليف صناعية سابتة وتسوقية سابتة لأنه ما جاءت هنا في الصناعية خط المتغيرة وتركت السابت فالثابت أخذت هنا أما جاءت في التسوقية خط التسوقية المتغيرة وتركت الثابت بأخذ التكاليف التسوقية السابت كل ده تظهر في قيمة الدخل يبقى دي تكاليف إيه دورية أصحاب نظرية تكاليف الطاقة المستغلة جمعة تكاليف الصناعية المستغلة فقط دي تحمل الوحدات المنتجة والتكاليف الصناعية المستغلة تقسم إلى مباشرة وغير مباشرة متغيرة وغير مباشرة ثابتة مستغلة دي اللي تظهر في قيمة التكاليف وبدي تكلفة صناعية أصحاب نظرية تكاليف الطاقة المستغلة رأيهم إيه في التسوقية قالك التسوقية المستغلة فقط تحمل على الوحدات المباعة وتقسم إلى مباشرة غير مباشرة متغيرة غير مباشرة ثابتة مستغلة ده اللي تظهر في قيمة الدخل بدي تكلفة دورية أصحاب نظرية تكاليف الطاقة المستغلة رأيهم إيه في التكاليف الإدارية والتمولية كلها كلها دي أيضا عايد على مين؟ على التكاليف الإدارية والتمولية كلها زائد تكاليف صناعية ثابتة غير مستغلة غير مستغلة وتكاليف تسوقية ثابتة غير مستغلة لأن لما جت هنا في الصناعية خدت المستغلة وتركت غير المستغلة في التسوقية خدت المستغلة وتركت غير المستغلة يبقى لنا تركتهم ينضافوا مع كل التكاليف الإدارية والتمولية وتظهر في قيمة الدخل يعني تكاليف دورية مقارنة من وجهة نظر التكاليف السلعية والدورية Product Costs و Period Costs أصحاب نظرية التكاليف الكلية قالك إيه في التكاليف الإيه؟ كل التكاليف الصناعية سواء مباشرة أو غير مباشرة متغيرة ثابتة كلها دي تعتبر تكاليف سلعية طيب اللي أعتبر تكاليف سلعية من وجهة نظر التكاليف الكلية كل التكاليف التسوقية والإدارية والتمولية دول اللي أعتبر تكاليف دوري نظريتي التكاليف المتغيرة هي التكاليف الصناعية المتغيرة فقط التكاليف الصناعية المتغيرة فقط هي دي اللي تعتبر تكاليف سلعية وتتكون من تكاليف صناعية متغيرة صناعية غير متغيرة تكاليف صناعية مباشرة صناعية غير مباشرة متغيرة بالنسبة لي التكاليف الصناعية غير المباشرة الثبتة والتسوقية والإدارة التمنية دي تعتبر دوري من وجهة نظر أصحاب نظريت تكاليف الطاقة المستغلة التكاليف الصناعية تعرف إزاي هي التكاليف الصناعية المستغلة فقط وتتكون من صناعية مباشرة صناعية غير مباشرة متغيرة صناعية غير مباشرة ثبتة مستغلة هم دولة اللي يعتبروا تكاليف صناعية بالنسبة ليه التكاليف الدورية هي التكاليف الصناعية غير مشه السبتة غير المستغلة مع كل التسوقية والإدارية دولة اللي اعتبروا تكاليف دورية